نبدأ بخبرنا الأول بعد عامين من زواجهم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري انفصل الثنائي بعد قصة حب جمعت بين الطرفين ومرت حكاية أبو هشيمة وياسمين صبري باللحظات من الحب والسعادة وإطلالات عبر شاشات التلفزة واحتلنا انفصال ياسمين وأبو هشيمة منصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي ولا سيما تداولته منصات التواصل الاجتماعي في العراق وجاء ذلك بعد أن نشر أحمد أبو هشيمة صورة عبر ستوري في حسابه على إنستجرام ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته الجديدة التي لم يفصح عنها الخبر الذي صدمت جميع ووسائل الإعلام المصرية وكذلك الفنانين في العالم العربي وأضاف أبو هشيمة قائلا أنني لا أحب الحديث كثيرا عن حياتي الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله إلا أن الخطوبة سوف تتكلل بالزواج خلال أيام قليلة مش هنطول في الخطوبة حقيقة كنا نصدمنا بهذا الخبر لأنه كنا دائما نتابع حياتهم ونتابع ردود أطعالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أطلالتهم بالفضائيات سواء في مصر أو في بلدان الخريج ما أعرف لش دائما لما نشوف أكثر مشاهير بالعالم العربي مرتبطين أو متزوجين أو عشر حياة سعيدة بلحظة نشوف خبر انفصالهم هذه الأمو دائما نشوفها بالوسط الفني للأسف نحن نتمنى لكل إنسان يحب إنسان يبقون مع بعض فبالنهاية الحياة زائلة والحب راح يبقى ويدوم ترجمة نانسي قنقر